مرحبا الزقائي انا محمد وهيدي حلقة جديدة من قناتكم قناة في هذه الحلقة راح احكي عن جهاز لو انت عايش في لبنان راح تحتاجه اكيد اكيد خليكم معي مرحبا الزقائي من جديد حبيت انقل تجربتي لكم من خلال هذا الجهاز اللي اشتريته عبارة عن UPS خاص للراوتر وفيك تستخدمه لعدة اشياء تانية لك انا تحديدا اشتريته للراوتر كامل الكهرباء للأسف في لبنان عم تنقطع كتير وما عم تجي بالسهل فهذا الحل الوحيد لو انت عندك روتر لو انت عندك مودم لحتى تقدر تشغله فجبت هذا الجهاز يلي هادا الماركة صارت ما انتشرة كتير باللبنان يلي هي اسمها اف اس بي وان سي وكتير بيشكروا فيها فحبا تجيبها وجربها ما هاحكي اديه سعرها ما رح احكي منها جبتها كل محل يصفر كيف يبيعه وكيف بيسوي الالة انا علي اشرح لك مواصفاتها بشكل مختصر وعن قناعتي او عن تجربتي انا بهيدا الجهاز خلونا مباليش. طيب اول شي بس تحتك نعمل نظرة سريعة على البوكس من ورا بس بشكل سريع رح قل لك انه فيك تشغل كل هيدا الاجهزة على هيدا الجهاز حنشوف شو هنه الاجهزة هنه موبايل هنه آآ تابلت آآ ما بعرف كاميرا والتليفون بي اس آآ ما بعرف بي اس بي آآ واي فايرا او ترموضهم يلي هنه بيقل لك انه هيدا عبارة عن باوربانك لحتى تشغل او تعطي طاقة لهدول الاجهزة بدي نبهكم عمدة اشياء بداخل هيدا الجهاز بسيئة هيدا الحلقة خلونا افتح البوكس ونشوشو في بلبه باعد بالبوكس هيكون فيه اربع اشياء جهاز البي اس نفسه كتاب تعليمات كابل الكهرباء والشحن طبعا وكابل التوصيل على الراوتر هيدا الكابل التوصيل على الراوتر بيمتاز بيشغله انه يقول لهم عنده راسين او مدخلين فيك تستعمل الاثنين راوتر بنفس الوقت لحتى تشغلهم هيدا كابل اكيد ما بدوصف وهيدا الكتيب في تعليمات انتو على هيك رواء تقروا اوكي خليني اشرح شوي عن الجهاز جهاز هيدا وجهته من قدام عنده مدخل يو اس بي لحتى تشحن تليفونك اكيد وهون في مؤشر البطارية وعندك هون يبعطيك الفولتاج اللي انت اخترتها هلا بيحكي عنهم اه 12 او 9 وهون عندك الباور وهون عندك الستيتوس اذا كان على الكهرباء او كان شغال على البطارية اذا كان على البطارية بيعطيك لون الاحمر اذا كان على الكهرباء بيعطيك اللون الاغدر اوكي من الجهة من ورا في عنا عدة اشياء هون اكيد ما دخل الكهرباء اللي حتى تشحنه وتشغله هون عندك سيلكتر طبع شو بدك حسب نوع الراوتر اللي عندك هل هي بتشتغل على 12 او 9 انت بتحدده بتشغل قبل بوقت طبعا بتختار الفولتاج قبل بوقت هون المدخل اللي حكيتكن عنه هيدا هو المدخل اللي بدخل هون من خلال هيدا الرأسين بتعطي روتر او بتعطي اتنين انت حر هلا بحكي لكم شو لمشتي بهيدا المداخل ايضا عنا هون لهيدا الشي هلا بحكي لكم عنه وعنا هون 24 15 لهيدا الشي وهلا بخبركم عنه قبل ما فوت بتفاصيل الخلفية لهيدا الراوتر من ورا لسة الفولتاج وهيك هقال لك انه هون ما عندك خيارات بالنسبة للمدخل عندك فقط هيدا الخيار تقريبا تبي لينك كلا ياتوني بيشتغل عليه حتى الراوتر تاعة تشتغل عليه لاحظ هون المدخل هيدا فبيجي ديفولت جاي عليا دغري بتفوت مسلا عندي روتر تانية ما مشت فشو بتعمل بتجيب الادابتر بتقصه من الراس يلي عندك وبتقص هيدا الراس وبتوصل الكابل الموجب على الموجب بتوصل الكابل السالب على السالب بتلزقن بطريقة مرتبة فبيصير هيدا الراس هون من شيل وحاطت انت الكابل الخاص بالراوتر تاعتك لحتى يمشي الحال غير هيك ما بيمشي الحال ما بتيجي معه قطع غيار في بس مع راسين بيمشوا متمعتلك على اغلب من هلأ لثلاث سنين لورا تقريبا كيف بتعرف الفولتاج طبعة الراوتر تاعتك لاحظ هون شو مكتوب مكتوب اتنعشر فولت في منهم بيكونوا تسعة عندي راوتر للأسف هي قوتها اتنين وعشرين فما بتمشي هيدا راوتر مودم انا عندي كمان مودم قوتها اتنين وعشرين فولت فهيدا ما بتمشي عليا لانه هيدا الراوتر او الو بي اس راوتر بس بتاعتي مت ما ذكرتلك اتناش وتسعة فضروري انت تعرف شو يلي عندك قبل ما تشتري هيدا الجهاز بالنسبة لهون الى هيدا المداخل مت ما شايفيهم مكتوب لان بي او اي يعني اه باور اوفر ايسرنت يعني في اجهزة بتاخد كهرباء من خلال الاسرنت نفسه متل الكاميرات او او جزة الالي علاقة بالتليفونات يلي بتكون سيسكو مسلا متل هيدا التليفونات هفرجوكم صورتها متل هدول التليفونات اللي هون هدول التليفونات بياخدوا طاقة او باور من خلال الاسرنت نفسه ما في داعي توصلهم بكابل كهرباء لواحدهم هكرمال لك هادا الشي بيميزة لهيدا القطعة هون بقى انت بتختار عندك مدخلين في عندك الاربع وعشرين فولت ازا هيدا الجهاز التليفون عندك او الكاميرا بتشغل اربع وعشرين فولت فبتخليه على الاربع وعشرين فولت وبتاخد الاسرنت من هون اما ازا كان خمسة عش بتحولها على الخمسة عش وبتاخد الباور من خلال الخمسة عشرة فولت مش من خلال الاربع وعشرين فولت بالنسبة لانه نحن بدنا نشغل هيدا الراوتر يلي قوتها اتنعشر فولت متل ما حكينا بالنسبة للامبير لاحظ هون مكتوب واحد امبير هيدا الي معي بتاخد من واحد لعشرة امبير اكتر من عشرة امبير ما بتعطي فما في راوتر او موندن بيقوت اكتر من عشرة امبير يعني فبتختار انت اتنعش او تسعة انا متل حالتي عندي اتنعش لو انت تسعة بتحرك لهون اوكي وبتوصل الكابل فيها بكل بساطة وبتشغلها كي بتشغلها اول شي وفضل انك تشحنها مدة شي اربع خمس ساعات وبعدين بتستخدمها طبعا واكيد بتخليها طول بالشحن بتضغط ثلاث ثواني بشكل مطول اوكي هاي ثلاث ثواني بشكل مطول اشتغلت عنا الاضواء خلينا بتخفف الكاميرا هوني خفف اوكي لاحظ عنا كل الاضوية خضر من هيدا الميلة يعني هي ممتلئ للااخر مية خمسة وسبعين خمسين وخمسة عشرين او عشر خمسة عشرين بالمية بس هي تصير الباور اوف لحالة بتعمل هيدا رائعة فيها ايضا بس تصير البطارية مية بالمية لحالة بتفصل عن الكهرباء اينا ما بتظل تاخد كهرباء ما بتظل تشارج بشكل مستمر ايضا هيدا مية زراعية فيها اه توصل الراوتر علي بكل بساطة وبتمشي خلينا الراوتر لاحظ هيدا الراوتر هيدا عندي شغالة على البطارية طبعا ما هتضع الكهرباء هيدا عندي الراوتر انا رح اوصل هاخد واحد من هدول الكابز اوصلهم وشغل الراوتر اوكي شغلنا الراوتر هاخد ريكيب حد اوكي بلشت يعمل يعني هلأ هتشتغل طبعا هادي مش موصول علي انترنت موصول لها شي بس همشغل على باب التجربة يعني هم تعمل هلأ بتشتغل الراوتر بشكل طبيعي طبعا سواء راوتر لكن خد بالك من بالنسبة للمدخل ازا كان حظك حلو مثلي انا دغري بتشتغل عليها فتس اوكي ازا لأ مضطرت قصة وتركب المدخل طبعك الخاص فيك وبتشتغل عادي انا جربتها هنا فاللحاس اشتغلت وكل امورها تمام بالنسبة للايسر نت بس جبت كابل ايسر نت تفرجيكم شو الفكرة يعني بس بضحط كابل ايسر نت طبعا بيكون الجهاز يمكن انه يمكن يكون فيه كواب الاخصوصة لتنقل الكهرباء لكن بشكل عام هي بيكون شكل الكابل بتحدد الفولتاج ومن الجهة التاني بيكون موصول بالموبايل بالتليفون السيسكو بالكاميرا فبيعطيه طاقة باور بنفس الوقت هلا اكيد انت عم تسأل قدي ساعة هيدا البطارية ساعة هيدا البطارية اه 8800 تقريبا ميلي امبير قدي بتخدم بتخدم بحدود لعشر ساعات طبعا اكيد متلا متل اي بطارية مع تقادم الوقت رح يصير وضعه اقل شي طبيعي يعني مثلا بعد كذا شهر مرة ما بقى هتخدم عشر ساعات هتخدم اقل وهيدا الشي بعود لا حسب استهلاك استهلاكك للبطارية يعني اذا انت بتستهلك يوميا حتى تفرغها على الكامل اكيد هيكون اداءها بعد فترة اقل باعتبارها عم تستهلك البطارية دوائر البطارية بشكل اسرع ايضا بيعتمد عشي اساسي هو الراوتر تبعتك هيدا الراوتر 12 فولت لكن واحد امبير ممكن تجي عندك روتر 9 فولت نص امبير او 200 ما بعرف كيف يسموه او نص امبير ما كتير بعرف فيهم اه ممكن اتنين امبير فكل ما كان عدد الكهرباء اللي تعطيها للجهاز التاني بيكون الوضع افضل كيف فيك تعملها شت داون لهيدا او تطفيها بكل بساطة بتضغط بشكل مطول وبتطفي معك بهيدا الطريقة فما بعتقد بدك كتير فلسفة بالشارح او اي شي بس حبيت انه للتجربة تبعت الشرح بسيط عن هيدا الراوتر انه هيدا النوع كتير منيح ازا لقيتوا منه اشتروا اه في كتير موديلات لكن هيدا انا بنصح فيها كوني انا جربتها ولا حطت اسم المحلة حتى ما اعملوا داعي حتى ما حدا يفكر انه هيدا مدفوع او اي شي الفيديو فبس بكل بساطة هيدا كانت حلقتنا لهيدا اليوم ساعرضنا في اليو اس بي الخاصة بالراوترز وبالموبايل بكل شي اه بالكاميرات بكل بساطة فاذا حبيتوا هيدا الحلقة ما تنسوا تدعموا هيدا الحلقة بلايك لو انت عم تشوفني الاول مرة ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل الخيار على الكل او الاول وتشارك هيدا الحلقة مع اصدقاء مهتمين او الو مهتممت بهيدا المجال انا محمد ويفشوكم بالحلقات الجديدة الى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة